بيهدا الفيديو رح نتعلم كيف نعرف عن نفسنا وكيف نسأل شخص اخر لعرفنا عن نفسه اول جملة يجب نتعرف عليها هي introduce yourself introduce yourself بمعنى عرف بنفسك اذا احنا بدنا نقول لشخص يعرف عن حاله منقله introduce yourself واذا سمعناها من شخص اخر ايدا هاي الجملة بتاعنا يعرف عن نفسك يعني عم يطلق الشخص الاخر انعرفه عن نفسنا وبس نسمع من هذا السؤال لازلين ناخد بعن الاعتبار ست اشيه اساسيه لهنه جاندر نايم ناشناوري ايج جاوب وارماردول ستارس لازم ناخد بعن الاعتبار نحن الجنس اذا كنا ذكور او اناث لازم ناخد بعن الاعتبار اسمنا نقول له ايه لازم ناخد بعن اعتبار جنسيتنا وعمرنا وشو نشتغل وشو هي حالتنا الاجتماعية رح نتعرف على كل واحدة بالتفصيل هلا رح نبلش اول شي بالجندر بالجنس الفكوري او الاناثي اول الشي يازم نعرف انه السؤال عنه هو بمعنى شو الجنس عندك بيكون الجواب على شكل التالي وعلا ذكر ماه لو أناثي بننسي الهلا اللا نتعرف عالا name الاسم for example في قول اذا سأل الشخص what is your name or what's your name يعني شو اسميك في قلو my name is او في قلو I'm وبقلو اسمي my name is وبقلو الاسم or I'm وبقلو الاسم for example اعن ننسي محمد عبدال ننسي محمد عبدال انا قلت له اسم السلاسي my first name ننسي my middle name اللي هو اسم الاب باللغة الانجليزية middle name or father's name اللي هو محمد و my last name او مرات باللهجة البريطانية بيقولولو surname يعني هي اسم العائلة من اي عائلة ننسي الهلا لنتعرف عن the nationality nationality بمعنى الجنسية في طريقتين لنسأل عن الجنسية اول شي فينا نقلو لشخص where are you from من وين انت where are you from for example في اللي I'm from Lebanon I'm from Lebanon يعني انا من لبنان وفي اسألو ايضا السؤال التالي what is your nationality شو جنسيتك ولكن طريقة الاجابة هم بتختلف مثلا بقلو I'm Lebanese فوق لنا اسم البلد Lebanon لبنان تحت لنا مثلا انا لبنانية I'm Lebanese نسير هلا لالage age يعني العمر في اسأل الشخص how old are you how old are you كام عمرك قدي عمرك في يقلو مثلا I'm 21 years old I'm 21 years old او في يقلو 21 years old فقط I'm 21 years old فيكون 31, 34, 29, 26 حسب كل واحد تقيع عمره في يقلو I'm ويقلو عمري وفي يقلو ضغرين العمر ننسير هلا للجاب العمل كيف في اسأله الشخص شو بتشتغيل او شو بتعمل انت بالحياة بسأله السؤال التالي what do you do what do you do مش بمعنى انو انت شو عم تعمل بمعنى شو بتعمل بالحياة هل انت طالب هل انت بتشتغيل هل انت عاتل عن العمل منجابه على الشخص لك تقلو for example اذا انا بشتغيل بقلو ما انت for example I work as a journalist I work as a journalist انا بشتغيل كصحفية اذا بدي قلو لشخص انو انا بعدني ما بشتغيل بعدني طالب في قلو I'm a student I'm a student اذا بدي قلو لشخص انو انا عاتل عن العمل ما بشتغيل بقلو I'm jobless I'm jobless لكي انا what do you do بمعنى شو بتعمل بالحياة هل انت بتشتغيل هل انت ما بتشتغيل well what are you doing بمعنى شو عم تعمل هلا what do you do بيكون السؤال عمي وشو هلنا يا الشخص لا يعرف نحنا شو بنعمل هل نحنا to love هل نحنا بنشتغيل هل نحنا عاطلين عن العمل الاخرين اخر شي بننتقل ل the marital status marital status بمعنى الحيلة الاجتماعية what is your marital status بمعنى شو حيلتك الاجتماعية وقتا نسمع هل السؤال كتير بنسمعو ان كنا بال بمعنى ان وسيلتك الاداتية او اذا كنا حتى عم نعمل interview مع شخص مقابلة مع شخص او بالحياة العامة whereas you marital status بمعنى الشخص عم يسألنا نحنا شو حيلتك الاجتماعية جاوبنا بدي يكون I'm single I'm single بمعنى انه انا عزب او انا عزباء I'm engaged I'm engaged بمعنى انه انا شخص خاطب او مخطوب I'm married I'm married بمعنى انا شخص متزوج او متزوجة I'm divorced I'm divorced يعني انا مطلق او مطلقة وهوني عنا فرق بس اقول للشخص I'm widow المعنى انا ارملة widow يعني ارملة بينما widower يعني ارمل منقول widower للذكر widow للانثى معقولة المصلحات ما يكونوا وصلنا لختم هيدا الفيديو كل واحد يعرفنا عن حالو بالتعليقات بجملة صغيرة يكتب لي شو اسمو شو عمرو شو جنسو من وين هو واذا بيشتغل او لا وشو حيطو الاجتماعي رح يكون عم بقرابيس عليها انا بقيكم بالفيديو القادر good bye